مهمة معقدة ولكن تبدو ضرورية تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي هي مهمة المواجهة العسكرية التي تلوح في أفق العلاقة بين السلطات العراقية وفصائل مسلحة في مقدمها ما يعرف بكتائب حزب الله العراق نذر المواجهة الحتمية بشكلها العسكري بين ميليشيات حزب الله العراقية والحكومة تقترب أكثر من أي وقت مضى وفقا لمراقبين خاصة بعد إعلان الميليشيا عزمها إخراج القوات الأمريكية من العراق بالقوة الإعلان جاء بعد ساعات من استهداف شاحنات للدعم اللوجستي كانت متوجهة إلى إحدى قواعد الجيش الأمريكي داخل العراق هذا التهديد لم يكن الأول ولا يكن الأخير منذ أن شكلت وأنشئت هذه الفصائل الولائية هي تقاوم أو تقاتل الأمريكان طيلة السنوات الماضية وبعدها قاتلت تنظيمات داعش وتنظيمات القاعدة وبالتالي هذه الرسائل هي ما هي إلا رسائل إلى الولايات المتحدة بأن كل الاجتماعات أو اللقاءات أو الاتفاقيات التي تعقد مع الحكومة العراقية لربما يتم التوقيع لكن استمرارها أو ماضيها على الأرض أعتقد صعب جدا متابعون اعتبروا تهديد حزب الله للقوات الأمريكية رسالة موجهة إلى الحكومة العراقية بالدرجة الأولى خاصة بعد تعهد الكاظمي في مرات عدة بحماية القواعد المشتركة والبعثات الدبلوماسية ويأتي استمرار استهداف المواقع الحساسة ذات الطبيعة السيادية ليضع الحكومة العراقية في حرج شديد تحدي واضح وصريح بأننا نحن من يمسك الأرض ولا يمكن أن تعطي وعود أو تعطي آمال وتطلعات بدون أن يكون لنا رأيا وقرارا وبالتالي أنه فرض إرادتهم على الشارع العراقي على عموم مواقع الجغرافية العراق هي التي تتحكم وتعطي أيضا رسالة بأن الكاظمي لا يستطيع إنما فقط يرفع شعارات ووعود وتطلعات الشارع العراقي إنما على الأرض هذه الفصائل هي من تمسك الأرض إذن هي مهمة شائكة ومعقدة تنتظر حكومة الكاظمي ستعرقل بحسب متابعين أي خطوات تهدف إلى نزع سلاح الميليشيات في العراق ومعنا من إربيل الإعلمي والنشط السياسي عمر الجمال أهلا بك أستاذ عمر عبر السكاليوز عربية منذ وصول مصطفى القاظمي إلى سدة الحكم ورئاسة الحكومة العراقية وحمارة التحريد لم تتوقف عمليات اغتيال آخرها قبل أسبوع للنشط السياسي الهاشمي اليوم إلى أي حد يمكن أن تصل هذه المواجهة بعد بلوغ تهديدات هذه الجماعات المرتبطة بإيران التهديد المباشر لرئيس الحكومة في مقدمها حزب الله العراقي بالتأكيد عندما تشرع الدولة بمواجهة رهابيين بمواجهة خارجين على القانون بمواجهة كل جماعة تهدد السلم الأهلي في المجتمع أو تهدد المصالح العليا للبلاد التي تحقق الأمن التي تحقق الاستقرار الاقتصادي التي تحقق الرفاهية للشعب التي تحقق أوضاع أفضل للاستثمارات الدولية الخارجية التي من شأنها أن ترتقي بوضع البلاد إلى أوضاع مادية أفضل ترتقي بالمجتمع تصعد البلاد إلى مصافي الدول التي تجاور العراق بالتأكيد عندما تشرع الدولة بعملية مواجهة هؤلاء الإرهابيين بهؤلاء الذين لا يرتبطون بالعراق بأي شكل من الأشكال بالتأكيد السلطة تحسب حسابا أنها ستخسر بعض الشيء بالتأكيد ستخسر ربما أفراد أمني ستخسر كتاب ستخسر مستشارين سيتم ربما تضرر الأوضاع الأمنية شيئا بعض الشيء في العراق اليوم عودت الدولة المفاهيم الكبرى التي أعلن عنها مصطفى القادمي خسر السلاح دمج قوات الشعبي أيضا في أجهزة الدولة استعادة هيبة الدولة ألن تفرد مواجهة عسكرية مؤكدة مع هذه الحكومة العراقية مع الذهاب إلى الدولة الآمنة خارج اليوم حدود هذه الميليشيات وسطوة إيران كل مواجهة عسكرية بالأكيد يعني بالتأكيد تسبقها بعض المواجهات مواجهات إعلامية مواجهات على مستوى الشارع مواجهات سياسية مواجهات بالتصريحات تحركات على مستوى الأرض التضييق على كوادر هذه الجماعات وبالتأكيد سيتم التدرج للوصول إلى المواجهة المسلحة والعراقيون يتهيون شيئا فشيئا لمواجهة هذه الجماعات التي خدعتهم لسنوات طويلة استنزفت العراقيين في جنوب دماء غزيرة استنزفت ميزانية الدولة مليارات من الدولارات وخدمت بها الجارة إيران وبالتأكيد الأمر سيصل تدريجيا إلى وصول نقمة الشارع العراقي إلى درجة أعلى من التي وصلت إليها في ثورة تشرين وبالتالي بالتأكيد ستصل الأمور إلى مرحلة المواجهة المسلحة عملية التعبئة مستمرة يعني يعي العراقيون تدريجيا حجم الخطر الذي يحيق بهم وبمستقبلهم وبكل مقدراتهم نتيجة تغلغل هذه الميليشيات في جسد الدول العراقي هم يوقنون تدريجيا بأن هذه الميليشيات عبارة عن مرتزقة بيد إيران تستخدمها إيران في تنفيذ بعض الأجندة في مواجهة أمريكا على أرض العراق وبالتالي إيران لا تخسر شيء سوى أنها تغذي وتجند هذه الميليشيات كانت بدأت هذه المواجهة مع توقيف عدد كبير من الإرهابيين خطوة أمنية لجأت إليها الحكومة العراقية ما بعدها قبل أسبوعين صدرت هذه التهديدات حملات تلويش عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتهت باغتيالات هل هذا يعني بأن دقة ساعة المواجهة الفعلية واليوم هذه الميليشيات قد تهدد الأمن العراقي بشكل كبير بالتأكيد يعني رئيس الوزراء والقيادات الأمنية والقيادات العمليات المشتركة تضع في الحسبان بأن هذه الميليشيات السائبة هؤلاء المرتزقة وربما يؤثرون بشكل كبير على السلم الأهلي في العراق ربما يمارسون اغتيالات لقيادات أمنية لضباط عراقيين لشخصيات سياسية قد يزعزعون الأمن كما نشاهد من سلوكيات تجري أسبوعيا من قصف للسفارات من إحراغ لشاحنات من سيطرة على منافذ من اغتيال الكتاب من تهديدات لسياسيين من تهديدات لبعثات دبلوماسية ترتبط مع الدولة العراقية بمواثيق وبمعاهدات دولية وكل هذه بالتأكيد لها تبعاتها ولكن بالتأكيد الدولة العراقية أمام مواجهة حتمية ومستعدون العراقيون يستعدون لدفع ثمن هذه المواجهة لأنهم يوقنون بأن نهاية هذه المواجهة هي عودة الحياة للعراق عودة الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الأمني والاستقرار الاجتماعي وعودة اللحمة المجتمعية هذه الميليشيات تنخر ميزانية الدولة تسيطر على ملافذ حدودية تسيطر على مصارف كما كشف الشهيد هشام الهاشمي يعني تمارس عمليات غسيل أموال عبر مصارف وتسيطر على الإجازات لمكاتب الصيرفة لمكاتب الحوالات ولديها يعني بدأت تتكشف الأوراق شيئا فشيئا عن تورط أحزاب كبيرة في السلطة العراقية مع هذه الميليشيات وبالتالي هذه الأحزاب الآن أمام مخترحة هناك أشبه بمناطق عمية اليوم في العراق كان هناك خطة محكمة للقادم قبل أن يصل إلى رئاسة الحكومة ما حصل في شارع فلسطين العام الماضي من توقفات وزيونة هل سنعود إلى هذا السيناريو من جديد على وقع هذا التهديد للحكومة العراقية ورئيسها يعني بالتأكيد ضمن الخطة أنه ربما ستشهد يعني العاصمة بغداد احتكاكات داخل المدن سيتم مطاردة يعني الجماعات المسلحة المتغلغلة في الشارع العراقي الكاظمي شرع بالتضييق سياسيا وشرع بالتضييق عبر المناصب السيادية في البلاد والمناصب التي يعني تتغلغل من خلالها أو تستفيد من خلالها هذه الميليشيات وبدأ بالتحرك وجس النبض فيما يتعلق بملاحقة المسلحين وبالتأكيد التهيئة مستمرة للشارع العراقي لمواجهة هذه الجماعات وكما قلت لك بأنه هناك يعني ترقب من الشارع العراقي لهذه المواجهة وبالتالي هناك أيضا يعني خشية من هذه الجماعات المسلحة رغم تهديداتها رغم ما تطلقه من تهديدات هي بالتأكيد تحاول أن تضغط على رئيس الوزراء بشدة الطرق لكن الكتل السياسية تعي جيدا بأن في حال اندلاع مواجهة مع هذه الفصائل ستكون هذه الكيانات السياسية في مواجهة مباشرة مع الشارع العراقي وستخسر كل رصيدها الجماهيري قبل أن انتهى وقت سيد عمر ما دور عمليات جهاز مكافحة الإرهاب ضد هذه الكتائب تحديدا كتائب حزب الله ما أقدمت عليه الأسبوع الماضي والتهديدات التي تطلقها في دقيقتين من فضلك جهاز مكافحة الإرهاب هو الجهاز الأقوى في العراق ويعني هو الوحيد الغير مخترق من قبل هذه التنظيمات ويعني سجلنا يعني عليه نحن كعراقيون منذ مقاتلته داعش ويعني مواجهته لكثير من الفصائل العبرة يعني فترات عديدة بأنه جهاز يستعد لمواجهة كل ما يهدد العراقيين سواء كان من الشرق أو من الغرب أو من أي جهة كانت هذا الجهاز انتشر الآن في يعني مناطق من بغداد انتشر في يعني يعيد نشاطه في بغداد بشكل تدريجي وانتشر الآن في الملافذ الحدودية الرسمية وسيتحرك على الملافذ الحدودية غير الرسمية وبالتالي كل العراقيون يعقدون أمالهم على هذا الجهاز القوي الوطني الذي يعني ننتظر منه أن يحقق المصالح العليا للعراقيين بمواجهة التطرف السني أو الشيعي في البلاد الإعلامي والناشط السياسي عمر الجمال كنت معنا مباشرة من سيديوهاتنا في إربيل في أقليم كردستان العراق شكرا جزيلا لك